شكرا نانسي مشاهدينا رح نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة الديار ومعلومات أمنية خطيرة كشفتها الديار اليوم بالصفحة الأولى كشفت مصادر أمنية وقضائية أن التحقيقات مع الإرهابي عماد جمعة تشير إلى خطة جهنمية كانت تريد التنظيمات الإرهابية تنفيذها في منطقة البقاع الشمالي بحيث جرى وضع تفاصيل هذه الخطة بين هذه التنظيمات المتطرفة وتحديدا بين داعش والنصرة وتقضي هذه الخطة بالدخول عسكريا إلى حدود عشر قرى مسيحية وشيعية بينها رأس بعلبك والفيكها والجديد واللبوي والنبي عثمان وقرى أخرى عبر عرسال وتوضح المصادر أن المجموعات المسلحة كان لديها أوامر بقتل كل من يحاول الاعتراض على دخول المسلحين من عرسال باتجاه القرى المقصودة بما في ذلك أبناء عرسال وتضيف أن هذه المجموعات أرادت من وراء ذلك تهجير هذه القرى لكن المخطط الأساس كان يستهدف فتح جبهة عسكرية مع حزب الله لإشغاله عن الدخول إلى سوريا من جهة ولربط هذه القرى بعرسال وجرودها وصولا إلى القلمون السورية من جهة أخرى وبذلك تكون تحت سيطرة الإرهابيين فتشكل رأس حربة للتمدد لاحقا إلى مناطق أخرى من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية وقضائية أيضا للديار أن الموقوف عمر بكر فستق اعترف في التحقيقات معه أنه كان يعد لإقامة إمارة تكفيرية في طرابلس وأنه كان أنجز كثيرا من الاستعدادات مع الخلايا المسلحة المتطرفة استعدادا لساعة الصفر وأنه كان أيضا على تواصل في سبيل تحقيق هذا الأمر مع رؤوس إرهابية كبيرة في عين الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية إلى صحيفة الأخبار وتقرير تحت عنوان هل خرج خالد ظاهر من تيار المستقبل مصادر مطلعة في تيار المستقبل عزت تصعيد ظاهر الأخير ضد الجيش إلى سببين الأول توقيف الجيش قبل أيام على أحد الحواجز شقيقه ما اعتبره ظاهر رسالة مباشرة له أما السبب الثاني لهجوم ظاهر وانتقاده المبطن للرئيسين سعد الحريري وفؤاد السانيورة فهو أن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري رفض اصطحابه والنائب معين المرعبي الأسبوع الماضي أثناء تقديم العزاء لعائلة الشهيد في الجيش علي السيد في فنيدق العكارية تسأل الأخبار هل يعني ذلك أن المستقبل بدأ سحب اعتماده لظاهر وتبنى عدم ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة في عكار بسبب عدم قدرته على تحمل مواقفه ومواقف المرعبي تجيب المصادر بأن القيادة المستقبلية أبلغت نواب عكار الحاليين والسابقين قبل الاستحقاقات النيابية تحديدا أنها ستعتمد مبدأ تبني أسماء مرشحين جدد في كل دورة انتخابات لإرضاء أكبر قدر ممكن من الطامحين ومن المرشحين ومن عائلاتهم ومناطقهم وأن ظاهر كان استثناء من بين هؤلاء لكن هذا الاستثناء ليس دائما ولم يستمر إلى ما لا نهاية إذ له شروطه الذي يجب على ظاهر أن يلتزم بها إلى محادثات الدوحة من صحيفة النهار اخترت لكم مقال سابين عويس عودة قطرية إلى الواجهة من الباب اللبناني بغطاء عربي أمريكي فيما آثر اللواء عباس إبراهيم التحفظ عن توقع أي نتائج مسبقة أو مدة إقامته في الدوحة في انتظار ما ستسفر عنه محادثاته مع الجانبين القطري والتركي لم تستبعد أوساط وزارية أن تنجح المساعي الجارية بعدما لمس الجانب اللبناني رغبة حقيقية لدى القيادة القطرية في قيادة دور في هذا الشأن يعيد إلى الدوحة وهجها وسط المتغيرات التي تشتح المنطقة وقد جرى الاتفاق خلال المحادثات الرسمية على أن يتوجه وفد أمني قطري إلى لبنان في اليومين المقبلين من أجل متابعة الاتصالات مصادر وزارية مطلعة وصفت الزيارة بالناجحة معتبرة أن الوساطة القطرية تحولت رسمية ودخلت قطر فيها بشكل رسمي وأدخلت تركيا معها وهذه الوساطة من شأنها أن توقف قطع الرؤوس لكن تبقى العبرة في التنفيذ بحيث لا تعلق أمال كبيرة على نتائج قريبة ودائما مع هذا الملف إنما من صحيفة السفير ألمح الشيخ تميم خلال المحادثات إلى أن الخطف العسكريين هو نعكاس لما يجري في سوريا وشدد على أن قطر ستحارب الإرهاب أسوة بدول العالم وستسعى إلى حل قضية العسكريين المخطوفين وقال هدفنا إعادة العسكريين إلى أهلهم وسنقوم بالمساعي والاتصالات اللازمة مع كل الذين يمكن أن يساهموا معنا في حل هذه القضية ولن نتأخر في مساعدة أي شقيق لبناني مخطوف وأكد أمير قطر أن القطريين لديهم بلد ثاني هو لبنان موضحا أنه سيطلب منهم معاودة زيارة لبنان وأنه قد يبادر إلى زيارته قبلهم من السفير إلى الوطن السورية أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في باريس وجود تنسيق سوري أمريكي في الحرب على داعش ساخرة من تصريحات واشنطن النافية لذلك وقالت المصادر أن التنسيق قائم عبر طرف أمني ثالث يزود السوريين ببنك أهداف وبتحركات داعش حيث يجري استهدافها ويرجح أن يكون هذا التنسيق عبر بغداد أو موسكو أو برلين أو حتى من خلال غرفة العمليات العسكرية الموجودة في أربيل ننتقل من صحيفة الوطن السورية إلى صحيفة الجاردين البريطانية مشاركة دول عربية في الغارات التي تقودها الولايات المتحدة لها أهمية رمزية في تبديد الانطباع بأن هذه حرب أمريكية أخرى في الشرق الأوسط لكن على رغم من أن السعودية والإمارات وقطر لديها المئات من المقاتلات المتطورة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لخبرة لها تقريبا في العمل المشترك بعض الصعوبات بدأت في الظهور بالفعل مثل رفض تركيا السماح باستخدام قواعدها لشن غارات جوية كما أن كل من السعودية والإمارات تخشى من أن الإجهاز على تنظيم داعش سيقوي من إيران وحلفائها أو مكلائها في بغداد ودمشق إضافة إلى أن الدولتين قلقتان بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستمر في هذه المهمة حتى نهايتها وذلك على ضوء موقفه من الحرب السورية وعدم قيامه بالشيء بعد استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية وفي الشرق الأوسط كشفت مصادر إخوانية مطلعة عن أن الوجهة المقبلة لقيادات الإخوان والمتعاطفين مع الجماعة المبعدين من قطر ستكون ماليزيا أو تركيا وقال الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى قطر وماليزيا ما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين واستبعد أن تكون بريطانيا أو سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية إلا أنه كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا وهو حاتم عزام كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى سويسرا من جهته قال كمال الهلباوي القيادي الإخواني المنشق إن فاتورة إعاشة قيادات الإخوان في الخارج ليست مشكلة على الإطلاق وقد تتحملها قطر إضافة إلى أن أموال الإخوان وفيرة أختم جولة مع هذا الخبر من صحيفة الحياة أظهرت دراسة نمسوية أن التعرض لأشعة الشمس فترة قصيرة من الوقت قد يزيد من أخطار الانتحار وتوصل الباحثون إلى أن هناك ارتباط بين عدد حالات الانتحار يوميا والوقت الذي يتعرض خلاله الأشخاص إلى أشعة الشمس وبعد ملاءمة أرقام حالات الانتحار مع التغيرات الموسمية تبين أن حالات الانتحار تتزايد مع ازدياد التعرض لأشعة الشمس على مدى عشرة أيام إذا كان النمسويون ينتحرون بسبب الشمس فاللبنانيون ينتحرون لأسباب كثيرة للأسف بهالخبر بختم الجولة برجع العمد نانسي وضيفة